ندير هكا كما نزلها نشوف هكا يمشي هكا لحيوطها هكا وانا عالية ندير هكا كثيرون يشعرون بانهم يدورون والعالم من حولهم يدور يفقدون السيطر على اقدامهم ويعجزون عن المشي ويجدون صعوبة في الحفاظ على توازنهم يصل الى حد سقوط والاغماء الدوار المعروف شعبيا بالدوخة عرض يعاني منه الكثير ويجهلون اسبابه نخاف لا نقدرش نمشي لازم حتى تروح هكا معا يا بنتي ما نقدرش نمشي ولا ندير هكا يا راسي ولكن هدراك ندور هكا نحسل هكا هنا نحسل هكا تدير هكا يجي خاصة صباح الانسان ينود يجي يتحرك من الفراشن يجي يدور راسه على اليمين ولا على الشمال والدنيا الضربة هدو وسيلة كريستو واحد الحبيبات جايين في الأدن الداخلية جايين في واحد دوز أرغان وسمهم هم التركول والساكل يشدون التوازن تعنا لنياير لو كان يخرجوا من بلاستهم يدخلوا دخل واحد قانوات هدو كانوا سيمي سيركولار عندنا ثلاثة لانترير، لباسترير، لباسترير، لباسترير الباسترير هو اللي بزاف يتقاس يوجد الإنسان يدور على اليمين ولا على الياسار يدور راسه ولا يطلع راسه اسمه هكا دنيا الضربة السببب الأول والرائيسي كان عدة اسباب من السببب الآخر تانيقا كاين دائل مينيار لما رديد مينيار هذي يجي المرض يقول لك ودني راح يتصفر بزاف مغمومة ما نسمعش بها وعندي دوارا وهذاك دوارا يقدر يدوم على الأقل عشرين دقيقة السبب الثالث اللي يجيوا على جلوه ويسميوها التهاف العصب بتاع التوازن يقوم الدكتور محمد في عيادته بتشخيص الحالة عن طريق عدة اختبارات باستعمال أجهزة متطورة اختبار الكرسي الدوار يعتمد عليه الطبيب لتحري ورصد حركة العين أثناء الجلوس من خلال هذه الاختبارات يتعرف الطبيب على قدرة الشخص المعني في الحفاظ على توازنه وهل هو حقا مصاب بالدوار وفي حالة ثبوت الإصابة تكون حركة العين غير عادية نشخص الفرتج نشوفه نستقميس حركة غير طبيعية تولي العين لا تستابلزيس تولي تتحرك وحدها يكون خالل ما بين الجهاز التوازن الاثنين يكون علميا يونسيمتري فيستيبولار هذا الكرسي يعلمنا إذا كان الجهاز التوازن للأجهزة لدينا الزوج في الأدن اليوم والأدن اليوم بهذا الكرسي هذا واللوجيسي لأنه نعرفه علاج الدوار يتم بإعادة تأهيل حركة المرضى الذين يعانون من مشكلة عدم التوازن حيث يتم الاعتماد على هذه الآلة لتقوية تركيز وإعادة التوازن للمصابين كما يقوم الطبيب بضبط برنامج علاجي للتخفيف من الدوار والذي يسمح للشخصي بالقدرة على النظر بشكل ثابت والتخلص من الأعراض قدرت القوقعها في 2017 ومن فبري 2017 ومن هذا كنهار ما قدرت نحكم الإتزان تاعي هاد المرة الأخيرة جيتش الدكتور العيب الحمد لله هوا عرفوا من راح المشكل راح يقول بلي موت خلايا الأدن الوسطى رانين داوي إن شاء الله الدوار من بين المشاكل الصحية التي تصيب العديد منها لكن يصر البعض على تجاهلها مما قد يسبب مشاكل صحية أكثر خطورة قد يصبح علاجها صعبا موسيقى